بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا عليك راجيا لما لديك ثواب وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعداليتي وبيدك لا بيدي غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرحمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستئلا لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يدك وقد أضلها حسن توكلي عليك فقلت ما أم تألوه وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قدنا أجلي ولم يدني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي إلهي قد جرت على نفسي في النظري لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في الحياتي إلهي تول من أمري ما أنت ألوه وعد علي بفضلك على مذنك قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الآخرة إذ لم تضرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهال إلهي إلهي جودك بسط أبلي وعفوك أفضل من عملي إلهي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضيفي بين عبادك إلهي إلهي أعتذري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذري فاقبال عذري يا أكرم من اعتذر إلي المسيحون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجتي قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبداً أبداً دائماً سرمداً يزيد ولا يبيت كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجربي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهله أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محرومة وقد كان حسن ظني بجودك كأن تقلبني بالنجاة مرحومة إلهي وقد أفليت عمري في شرة السهو عيانك وأبليت شبابي في سكرة التباديمك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك واركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبديك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك بك من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذا العفو نعتلك كرمك إلهي لم يكن لي حول فأنتقل بي عن معصيتك إلا في وقت أيقضتني لمحبتك إلا في وقت أيقضتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كون فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظرا من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتب يا جوادا لا يبخل عن الرجا ثوابا إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه إلهي إلهي إن من تعال عفا بك غير مجهول ومن لغن بك غير مخلول ومن أقبلت عليه غير مملول إلهي إنما لانتهجا بك لمستنير وإنما لعتصما بك لمستجير وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك إلهي إلهي أقبني في أهل ولايتك مقام من رجز زيادة من محبتك إلهي وألهي وألهي ولهد ذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك إلهي بك عليك إلا ألحبتني بمحل أمل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي أنا عبدك الضعيف المذنى ومملكك المنيف فلا تجعلني من من صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العلمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني من من ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي لم أسلت على حسن ظني قنوط الأياس ولم قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكاري بلطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطبك إلهي إن أنامتني الغفلة وعن الاستعداد للقائك فقد نبهني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد الله وأن تجعلني ممن يديب ذكراك ولا ينقض عهداك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألحى الحين بنور عزك الأمهاج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا ولكن لك فلذك بحث اشترك في القرآن سوف تسليما وذكا